حياكم الله من جديد متواصل وياكم تحت رعاية سيدة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان برمحمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة تنطلق إن شاء الله الخميس المقبل فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بالمركز الثقافي بمدينة كلباء حيث انتقت لجنة الاختيار سبعة عروض من بين أحد عشر عرضا الأسبوع الماضي وتتنافس هذه العروض السبعة على جوائز في الإخراج والتمثيل والسينيغرافية تمنحها لجنة التحكيم أو تمنحها لجنة تحكيم متخصصة اختارها المهرجان الذي يستمر إن شاء الله حتى الرابع من شهر أكتوبر الجاري حول انطلاق مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة وجوائزه رحبوا معي طبعا بالستوديو بالأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح في دارة الثقافة والإعلام بالشارقة مدير مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة مساكلة خير سيد أحمد حالك وسلمك عافية دورة الخامسة الحمد لله يقولون خمسة وخميسة نعم الله يحافظكم إن شاء الله يوفزكم وخبرني عن هذه الدورة حقيقة هذه الدورة الجديدة من مهرجان الآن أصبح كلباء للمسرحيات القصيرة نعم حيث وجه صاحب السموح حاكم الشارقة أن يصبح هذا المهرجان كان بالسابق اسمه مهرجان الشارقة للمسرحيات القصيرة مسرحيات قصيرة نعم صحيح طالما الآن ينطلق في مدينة كلباء وبعد هذا النجاح الذي حقق هذا المهرجان أصبح المهرجان بتوجيه صاحب السموح حاكم الشارقة باسم مدينة كلباء فأصبح مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة حقيقة هذا النوع من المهرجانات هي مختبر مسرحي وليس مهرجان لتقديمه للعامة ولكن بفضل الجهود وبفضل الرعاية وبفضل أيضا انتشار الثقافة في دولة الإمارات وفي المنطقة الشرقية على وجه الخصوص أصبح هذا المهرجان مهرجان لحظوة جماهيرية فبالتالي هذا المهرجان اليوم في دورته الخامسة لا شك أنه يختلف تماما عن الدورات السابقة أصبح الآن المهرجان في كل مجالاته شبه مكتمل الآن داما كمان لله ولكن الآن بعد هذه الدورات أصبح هناك لدينا ثقافة متراكمة لدى الشباب في كيفية التعامل مع هذه النوع من الأعمال خاصة أن هذا المهرجان كما تعلمون لا يتشترط أي شرط ولا ينطبق لفرقة مسرحية وإنما لشخص معين أي إنسان يجد في نفسه رغبة أو لديه رؤية حول تقديم عمل مسرحي ممكن المشاركة في هذا المهرجان يعني المجال مفتوح للكل للأشخاص بدون أي شروط بدون أي شروط ولا شرفه الوحيد فقط أن يقدم هذا العمل من المسرح العالمي وأيضا باللغة العربية الفصحى فقط باللغة العربية الفصحى طيب 11 عرض واخترته فقط 7 العروض كيف تشوفه هذا العام يعني للدورة الخامسة بعد مرور خمس سنوات نعم مثل ما ذكرك حتى العروض التي لم حالفها الحظ في المشاركة كما في تقرير لجنة التحكيم أن العروض أغلبها كانت عروض متميزة نعم فبالتالي أسباب التميز أن هؤلاء الشباب يخضعون لدورات تأهيلية وتدريبية في بداية الموسم حيث أنه يبدأ العمل لهذا المهرجان ابتداء من شهر يونيون بعد شهر رمضان يبدأ بالتحضير لهذا المهرجان من خلال تقديم ورشات تدريبية يعني مختصة في مجال الأخراج وأيضا في مجال السنوغرافيا وفي مجال التمثيل وكان هناك بلورة لهذه الجهود أيضا تقوم الإدارة بتقديم نصوص مسرحية عالمية كنوع من التثقيف الطلبة أو المشاركين عفوا في هذا المجال فبالتالي هم بإمكانهم أن يختاروا من هذه النصوص العشرين أو اختيار نصوص أخرى فكل سنة يكون لهم عشر أو عشرين نص تقدم نصوص جديدة فبالتالي هم على طلاع دائم في كل العروض التي تقدمت للـ 11 عرض كانت مكتملة الرؤية ولكن كان المتميز منها هي هذه العروض الخمسة المشاركة اللجنة التحكيم هل في كل سنة ستكون ثابتة أم تتغير لا تغير في لجنة الاختيار الأولى ومن ثم لجنة التحكيم ففي كل سنة يكون لجنة التحكيم مختلفة والاختيار اختيار العروض أو المسرحيات المشاركة لا هي دائما لجنة مختلفة السنة يعني أنتم جمعتم من الشرق والغرب فيه طبعا الكاتب الإماراتي علي جمال الكاتب العراقي أحمد ماجد والناقد السوداني محمد سيد أحمد نعم لماذا هذه الأسماء طبعا هذه الأسماء تقضى على شروط معينة هذه الأسماء هي من العاملة في المجال المحلي يعني الأستاذ أحمد الماجد هو كاتب وعراقي وأيضا من المشتغلين في النقد والصحافة إضافة إلى اللخ علي جمال هو واحد من أبرز المخرجين الإماراتيين والمتميزين وأكثر لحمة بجيل الشباب من الآخرين أما بالنسبة للأخ محمد سيد أحمد وهو ناقد مسرحي ومتابع للحركة المسرحية وله سنوات عديدة وطويلة في الميدان المسرح المحلي فبالتالي هم أقرب إلى اختيار النصوص على اعتبار أنهم أهل اختصاص أما بالنسبة للجنة التحكيم فلجنة التحكيم مختلفة تماما هناك أعضاء من خارج الدولة مثلا عندنا في لجنة التحكيم في هذه السنة سيكون إن شاء الله معنا الأستاذ خليف الهاجري من الكويت والأستاذ محمد العزيز من المغرب إضافة إلى الفنانين المحليين الأستاذ الفنان الملاك الخالدي وأيضا الأستاذ يحي الحاج وهو رئيس لجنة التحكيم إضافة إلى دائما نحن طالما أن هذا المسرح شبابي ومسرح يقدم قدرات تعليمية وتثقيفية فدائما نحرص أن يكون في لجنة التحكيم واحد من الشباب من جيل الشباب حتى يفهمهم أكثر فبالتالي يكون إن شاء الله إبراهيم القحومي الفنان إبراهيم القحومي سيكون أيضا في لجنة التحكيم وهو من جيل الشباب وبالمناسبة له أيضا له مشاركة بعد أيام قليلة في مهرجان دبي لمسرح الشباب فبالتالي حتى يتعرف على كيفية تقييم العروض وكيفية التحكيم حتى ننشر ثقافة المسرح حتى تتنام هذه الأفكار لدى الشباب حتى لا تكون هناك يعني أحيانا تكون أقاويل من هنا وهناك وبالتالي يخضع هذا الشباب لمعرفة وثقافة مسرحية في هذا المهرجان في بداية كلامك سيد أحمد قلت أن من الشروط الواجب توفرها في العمل المسرحي نعم أو العروض المقدمة أن تكون باللغة العربية الفصحة بالتالي أنا أعتقد أن هذا تحدي نعم أول تحدي أنك أنت في إمارة الشارجة فلا تفكر أنك أنت تقدم أي عرض ما يكون على المستوى لأنه نعم ما تقدر حقيقة هذا أمر معروف نعم الشيء الثاني كيف وجدت الآن بعد مرور خمس سنوات اللغة هل هي أصبحت متكلفة أم أصبحت أبسط استخدام التعابير المدقيقين الموجودين الممثلين هل هم متمكنين فعلا من هذه اللغة اللغة العربية نحن لغتنا العربية أكيد هذه لغتنا الأم ولكن اللغة العربية الفصحة إذا كنت لا يعني يعني ما عندك علم كافي بها نعم ممكن تطيح في مآزق أو في إحراجات أكيد طبعا الحديث عن هذه النقطة واللغة العربية أسباب انطلاق هذا المهرجان لو رجعنا لأسباب انطلاق هذا المهرجان والدوافع التي خلتنا نتجه لهذا النوع من المترح حقيقة في الفترة السابقة أصبح هناك استسهال في التعامل مع فن المسرح فبالتالي المسرح محتاج إلى تقافة ومعرفة ودراية وتأهيل وتدريب مستمر فبالتالي اللغة العربية واحدة من أهم الأدوات التي يجب أن يتمكن منها الممثل مستقبلا لأن لو في حال استخدم اللغة العربية فبإمكانه أن يقدم هي مسألة كيف تتدرب على الحوار كيف تنطق كيف تقول فبالتالي مخارج الحروف أيضا يجب أن تكون من خلال هذا المهرجان سليمة جدا فبالتالي من خلال هذا التأهيل والتدريب لو رجعنا إلى المسألة الدورة الأولى واليوم الدورة الخامسة لا شك أن هناك تطور كبير جدا ولكن هذه اللغة بحر ولكن عندما في كل سنة يعني يتعرف على على قاعدة نحوية معينة فبالتالي أو على لفظ أو على صرف كلمة معينة فبالتالي تتكون لديه هذه الحصيلة اللغوية ومن ثم هو في مستقبلا سيجد هناك سهولة جدا في التعامل مع اللهجة الدارجة أو اللهجة المحلية وبيضطر أنه يطلع ويقرأ أكثر فبالتالي واحدة من المسببات التي جعلت الإدارة تطلق لعلى هذا النوع من المسرح من أجل الثقافة لأن المسرح إرث عالمي فبالتالي هو متاح للكل ويجب أن يطلع عليه كل من لديه رغبة لولوج لهذا العالم عالم المسرح فبالتالي اللغة العربية هي أحد أهم المفاتيح للمعرفة وبالتالي تجويد قدرات المشارك في هذا المهرجان نحن ساد بأحمد إذا سمحت لي نحن باستكمل إن شاء الله الحوار ولكن بنتابع هذا التقرير الخاص بالمؤتمر الصحفي بطبعا مهرجان كلبان لمسرحيات القصيرة الذي أعدته زميلة عبير جلال ومن شاء الله لنا عودة بإدد الله توكر الله هل أنت دوني يا سيدتي؟ هل أنت دوني يا سيدتي؟ وتحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة تنطلق فعاليات النسخة الخامسة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة والذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة والإعلام في الشارقة في الفترة من التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الرابع من أكتوبر المقبل على مسرح المركز الثقافي لمدينة كلباء وبمشاركة سبعة عروض مسرحية قصيرة بالنسبة للملتقيات الفكرية أول ملتقى سيكون الملتقى الفكري بعنوانه هو المسرح الإماراتي والملتقى الثاني هو ملتقى الشارقة الرابع للبحث المسرحي بالإضافة أننا نحن لدينا يوم الجمعة له ثاني يوم مهرجان اللقاء المفتوح مع الشخصية المكرمة له الفنان عيسى كايد هذا ما تم الإعلان عن تفاصله صباح اليوم في المؤتمر الصحفي الذي انعقد بمقر الدائرة والذي تحدث فيه كل من الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح مدير المهرجان والأستاذ الرشيد أحمد عيسى المدير الفني للمهرجان والأستاذ هدى القايدي منسق عام المهرجان سبعة عروض مسرحية قصيرة لهواة المسرح من شرائح المجتمع المختلفة والتي تأهبت من أصل 11 عرضاً ووفق اختلاف خبراتهم ليتنافسوا على مختلف الجوائز في الإخراج والتمثيل والسونغرافيا وفق أطر وشروط المهرجان نصوصه عبارة عن نصوص كلاسيكية نصين لشيكسبير نص لهوميروس للياذا ونص لجوتا اللي هو فاوست فأنا اخترت النصوص لحتى أقدر أعدها بشكل أنه نقدر نعمل فيه إسقاطات على الوقائع اللي عم بتصير حولينا إن شاء الله بإذن الله هنقدم في الدورة دي مسرحية لعزاء للآخرين إعداد عن نص أدب عالمي للكاتب جان بول سارتر اسمه السقطة الفاضلة النص بإيجاز شديد بيتكلم عن التفرق العنصرية بين البيض والسود في أمريكا احنا طبعا عملنا معاصرة للنص وخلنا معاصر الأحداث والزمن اللي احنا في دلوقتي مشاركتي في مهرجان كلباء المسرحية القصيرة في الدورة الخامسة بمسرحية سكن سكن مهما كلف الثمن للكاتب الإيطالي كارلو منزوني تتحدث من عنوان واضح إن أشخاص يبحثون عن سكن وتم إعداد النص وإن شاء الله نستفيد من التجارب اللي يقدم لنا المهرجان ستة أيام مسرحية في عروس الساحل الشرقي تستحضر أشهر كتاب المسرح العالمي في عروضها القصيرة والتي خضعت لإشراف من المتخصصين في كل من مدينة كلباء والشارقة ارتقيت دائما في شغلي مع الشباب أنهم يكونون صاحب الأفضلية في العمل وليس المشرف في قضية حتى التوجيه المشرف أنا في رأيي أنه يقوم يعطي ملاحظات العامة للممثلين يعطي ملاحظات العامة للمخرج ويعطي ملاحظات العامة في حال هناك في فنيين وفي حال استخدامه للموسيقى وللإضاءة مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بنسخته الخامسة يجدد بإسهاماته سنويا في اكتشاف الهواة من ذوي المواهب المسرحية المختلفة والعاشقين لأبي الفنون من خارج أطر الفرق المسرحية المحلية المحترفة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة يسر دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة إدارة المسرح دعوتكم لحضور فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة خلال الفترة من 29 سبتمبر وحتى 4 أكتوبر لعام 2016 في تمام الساعة السابعة مساء على مسرح المركز الثقافي بمدينة كلباء للتواصل والاستعلام يرجى الاتصال على الرقم التالي اشتركوا في القناة حياكم الله من جنين ومتواصلين وياكم سيد أحمد أحد المخرجين أو المشاركين هو طبيب أسنان اتقلت لي نعم يعني شتان من الأثنين فأغلب العروض كانت عبارة عن مسرحيات لكتاب أوروبيين ولكن لملاحم وبعدين طوعوها كيف تشوف المستوى الاختيار أو الوعي؟ يعني أنت ذكرت لك دحنون هو هذا الطبيب الأسنان هو طبعا إضافة إلى أن الطبيب الأسنان فهو فنان ولديه الرغبة عنده عشق لفن المسرح فبالتالي نصه هو مجموعة من النصوص عمل لها أعداد نصوص عالمية فبالتالي قدمها بشكل برؤاه هو الآن قدمها من عدة نصوص مسرحية فبالتالي هو يقدم أيضا رؤية جديدة من خلال الكتابة ويقدم أيضا نحن مثل ما قلنا بداية نحن نفرش فرشة للمشاركين من خلال تقديم هذه النصوص فإذا ارتأى أن أحد هذه النصوص تناسبه يعني لامست شيء من رغباته أو حركات شيء فبالتالي هو يخضع لهذا الأعمال أما إذا كان هو لديه أيضا اطلاعات أخرى فبالتالي يقدم فبالتالي هذا يكون من خلال التشاور مع المدير الفني للمهرجان والفريق العمل القائم على تقديم هذه العروض فبالتالي هناك أفق مفتوح أيضا القصد من هذا هو الاطلاع على مثل ما ذكرنا على هذا الأرض العالمي من المسرح العالمي لأن في النهاية الفن المسرح هو فن إنساني صحيح فبالتالي هي قضية إنسانية متواجدة فيه عندما يطلع على هذه النصوص يستطيع في النهاية أن يبلور أفكاره ويقدم مسرح برؤيته لكن يجب عليه في البداية أن يطلع وأن يرى كيف يتعامل الكاتب المسرحي مع هذه النصوص وكيف يجد نفسه في هذه الأعمال هذه نوع من أنواع الثقافة التي يجب أن يتحلى بها الفنان المسرحي لأن الفنان المسرحي في النهاية هو مرشد و هو مقوم لهذا المجتمع وبالتالي هو صاحب رسالة عندما يكون صاحب الرسالة متسلح بهذه الثقافة و بهذه المعرفة فبالتالي يستطيع أن يقود الآخرين عندما تقود الآخرين مع أن تكون قائد عمل فبالتالي قيادة العمل محتاجة إلى أدوات كثيرة جدا من ضمن هذه المسألة وهي الركيزة الأولى هي الثقافة المسرحية فبالتالي هذا في النهاية كله ينطبق في بوتقة واحدة وهو هذا الفنان الذي يقدم عمل مسرحي وبالتالي يقول أنا موجود على خشبة المسرح عندما تجد على خشبة المسرح ليس لديك أعذار سيد أحمد الآن من ينظر إلى مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة يجد أنه لا أرى فقط أنه مهرجان واختيار وتوزيع جوائز وعروض فقط لا أرى أنه دورة مكثفة لمن يدخل هذا المجال والدليل أن هناك دورة تدريبية أو أكثر عن دورة تدريبية قبل كل مهرجان تسقلون بهذه المواهب طيب ما تبقون توصلون لأنتم من خلال هذه الفعالية يعني ما أصبحت السالفة أن فائزوا خسران أصبحت السالفة أن كنت تنظرون جيل مسرحي متمكن نعم الحقيقة نحن قبل سنوات عديدة كنا نقدم ورشات متعددة تمام وهذه الورشات أصبحت تفرض أسماء فبالتالي هذه الأسماء متميزة أصبح هناك تفكير كيف يمكننا أن نستخدم أو نبلور هذه الطاقات الشبابية وهذه الطاقات الموجودة في الساحة من خلال ارتباطهم بفكر معين أو من خلال فعالية معينة فاتجهنا إلى هذا المهرجان اللي هو كيف نقدم الشباب بعد هذا التأهيل لأنه دائما خضع للدورة نعم وخضع لهذه الورشة وماذا بعد فبالتالي جاءت هذه الفكرة فكرة أن نقدم أعمال مسرحية لهؤلاء الشباب وأيضا ظل التأهيل والتدريب مستمر في هذا المجال إضافة إلى مثل ما ذكرنا أنه لازم المفروض أن المشارك في هذه المهرجان أن يخضع لهذه الدورات فبالتالي كل سنة يخضع عنه ثلاث دورات معينة نعم وهي في الإخراج والتمثيل والسونغرافية أشير إلى أن المهرجان غير مكلف من الناحية المادية ومن ضمن شروط أيضا بحيث أنه ليس هناك ثلاث دورات مختلفة وإنما هناك 45 مكعب يستطيع هذا المخرج أن يشكلها كيف ما شاء من خلال 45 اختار منها بكعب واحد فقط أو اختار 45 فبالتالي هي أيضا بوابة أخرى لعملية الاقتصاد وكيف أنها ممكن تقدم عرض مسرحي غير مكلف أستاذ أحمد سريعا على عجالة الجوائز خدفنا عن الجوائز والله يرى هذا المهرجان همه الأساسي هو المخرج نحن نبحث عن مشروع مخرج مسرحي والمخرج المسرحي لا يولد كل يوم ولا يولد كل سنة وإنما هناك هذا المبدع لا يولد في كله فبالتالي هناك جائزة للأخراج وهي أهم جائزة وجائزة للسينغرافيا وجائزة للتمثيل فبالتالي أيضا نكرم ثلاث فنانين في المجالين من الجنسين ثلاث ممثلين من الرجال وثلاث ممثلين من الممثلات النساء أيضا هناك جائزة تشجيعية للحضور الجماهيري والجائزة اليومية وهي تقدم من قبل الجماهير فكل يوم يكون فائز بجائزة للجمهور لأفضل تمثيل فبالتالي هذه الجائزة الجمهور من يمنحها لهذا الفائز فبالتالي من خلال عدد الأصوات المرشحة لهذا الفنان فبالتالي واحدة من المكتسبات أن يقدم نفسه من خلال حضور أصحاب وأيضا أهل فبالتالي هذا نوع من التواصل بين المجتمع والفن المسرحي الله يوليكم الصحة والعافية أستاذ أحمد أبو رحيمة مدير إدارة المسرح وإدارة الثقافة والإعلام بالشارقة ومدير مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة أتمنى لكم إن شاء الله التوفيج ومجهود طيب وإن شاء الله تشوفون جيل مسرحي كما دائما يأمل أن يراه سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة شكرا جزيلا لك شكرا نحن متواصلين وإن شاء الله ولكن بنرجع لكم بعد هذا الفاصل